ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص برحب بك يا أستاذ أكرم يعني المعركة بادية سخنة كلام واتهامات متبادلة كلام أصل المندوبين أو يعني الراغبين في التوكيلات لا يستطيعون تحرير توكيلات بسبب بعض المخالفات من موظفي الشهر العقاري نفي من هيئة الانتخابات النهاردة جمع الأستاذ فريد زهران العشرين تأييد من نائب وبالتالي تقريبا أصبح مرشح رسمي علشان يكون المرشح الثالث بعد مرشحين آخرين الأستاذ عبدالسند يماما والأستاذ حازم عمر يعني بتشوف إزاي المعركة الرئاسية أو معركة الانتخابات الرئاسية حتى الآن في ظل الاتهامات العديدة اللي بتطال فكرة حياد مؤسسات الدولة تحديدا وطبعا الحقيقة أن الفرق دايما في أي انتخابات أو أي أحداث سياسية فيه المتني وفيه الهامش الهامش يمكن مواقع التواصل الاجتماعي فيها كتير من الكلام حتى كتير من الفيديوهات اللي هو اللي احنا بنقول عليها تضييق الكاميرا بالشكل اللي هو ممكن يبقى فيها عدد كبيرة أو كده لكن طول الوقت فيه ناس بتعلن أنها عملت بالفعل توكيلات لهذا المرشح أو ذات وأظن التلاتة اللي انت أشرت إليهم أعتقد أنهم بالفعل حصلوا على بإعلاقاتهم أو بأحزابهم الممثلة في البرلمان حصلوا على التوقعات البرلمانية وأصبحوا جاهزين لأنهم يتقدموا بأوراقهم بعد انتباق كافة التفاصيل سيكونوا مرشحين هم مازالوا مرشحين محتملين هذه نقطة النقطة التانية يمكن في بعض رؤساء الأحزاب أو رئيسة الحزب أعلنت بالفعل ونشرت عدد من التوكيلات اللي تمت لها ربما هو الأزمة أو الخوف من أن بعض المرشحين يكونوا عندهم قدرة على أنهم يقدموا نفسهم أنهم بيعملوا مثلا ومركزين في القاهرة أكتر أو بعض المحافظات نحن عارفين أنه مطلوب 15 محافظة ألف توكيل على الأقل من كل محافظة فهذه ربما فعلا تمثل مشكلة أكبر من أنها تكون مجرد الوجود أمامك كاميرات أو موجود على مواقع التواصل إضافة لده بيان الهيئة الوطنية للانتخابات الحقيقة كان واضح جدا في هذا الأمر وقال أنه أي شكوى بنتلقها بالشكل المباشر بنحقق فيها وأننا لم نتلقى شكاوى وإنما هي مجرد كلام أو إرهاصات أو بسطات على سوشال ميديا ونحن عارفين أن السوشال ميديا بالذات بس هو يمكن أن أكرم أن كان لفت في بيان اللجنة أنها لم تتلقى شكاوى قالت أنه لم تحدث مضايقات وأن الموضوع مجرد شائعات رغم أنه بحكم الواقع بحكم الحال ليس هناك سيطرة للجنة الوطنية أو الهيئة الوطنية للانتخابات على الشهر العقار نتكلم عن أكتر من 200 مكتب فبالتالي ليه بسرعة اتكلمت الهيئة عن أنه لا توجد خروقات رغم أنه ما حصلش تحقيق لأن الهيئة الحقيقة في بيانها أولا منذ البداية قالت أنها تمارس عملها بسلطات كاملة تجاه كل مؤسسات الدولة وأنها لها كامل السلطات على هذه المؤسسات وأنها لو تلقت شكاوى مباشرة بتحقق فيها إنما لا توجد شكاوى تقدمت هذا واضح جدا في بيان الهيئة وأنها بتقف على مسافة وحدة من كل المرشحين بدليل أنه في كتير من حتى الأسماء اللي أنهت التوقعات البرلمانية ربما حصلت أيضا على بعض التوقعات مما يقود إلى ذلك والحقيقة هو فكرة الانتخابات طول الوقت طبعا فيها شد وجاز لكن الفكرة دلوقتي هو مواقع التواصل كتيرة جدا والمنصات كتيرة وكتير حتى من البسطات أو الحاجات ما بيبدأ يتحقق فيها بتكشف أنها مجرد ترداد لكلام أو غيره لكن طبعا الهيئة من مصلحة أي حد أنه هو مدار يتقدم لها وزي ما أنت أشرت مش فكرة هي ملهاش سيطرة على الشارع لكن ممكن يبقى الشهر العقاري هو بعض اللي بيروحوا يعملوا توكيلات بيقولوا لا أنهم فيه زحام في الشهر العقاري طب هذا الزحام فيه ناس بتعمل توكيلات وتنصرف آه بتعمل توكيلات وتنصرف وبالتالي هنا النقطة المهمة قوي هو إثبات فكرة المخالفة أو غيره وأكيد الهيئة هتحقق في ده موسيقى